موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم اليوم سنقوم بقلب اللوز على طريقة التقليدية لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب وتفضلوا نشوفوا المقادر اولا هنا سنبدأ بالشربات عندي 1.5 ماء 350 غرم سكر عادي هنا مظهر مغرف كبار و مغرفة كبيرة تاع عاصر الليمون اول حاجة سنضيفها نضيف السكر للماء وسنحرك تحريكة خفيفة غير بشي يدبنا شوية برك السكر لا يقعد نشمع عندها تحتها والان سنضيفه فوق النار سوف نضيفه سوف نضيفه السكر السكر وعاصر الليمون وعاصر الليمون مهم جدا لكي شربات تحكم لا تسكر من بعد كما بدأ يغلي ابتداء من هذه النقطة يجب عليها 10 دقائق لا تضيفه 10 دقائق سوف نضيفه سوف نضيفه حتى يغلي 10 دقائق هنا شربتها سوف يوجد برد سوف نضيفه أولا نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه ونذهب لطريقة تحطير القلب اللوز هنا عندي 800 غرام سميد خشين سوف نضيفه سميد خشين سوف نضيفه كما راكم ترون هنا عندي سكر 600 غرام ونصف كاس كما راكم ترونه تاع المزعر أول حاجة نبدأ بها نخلطه سميد وسكر لازم السكر يقولي ما يبانش مع السميد كما راكم ترونه كما راكم ترونه الآن نضيف 4 كوب فقط تاع المزعر ونحركوه من بعد نشوفوه هنا راح نحركوه كما طعم كما نشمخو الطعام ما لازمش تشمخنا بزاف وإلا راح يتعجن لكم كما هكا تخدموه كما طعم كما قلت لكم ونبعدو خلوه يرتاح والأخوات هنا في فرنسا اللي تسحقوا يعني لاماك تاع السميد اللي يجي قلب اللوز هو لغوناغ لغوناغ متوسط موين لاماك لغوناغ هي اللي يجيكم خشين شوية هنا نخله يرتاح تقريبا ساعة ساعتين هنا بعد ما ارتاح لي كما راكم تشوفو هنا راح كامل يابس و هنا نفتحوه كامل مليح هكذا نواصلوه حتى كنحلوه كامل هنا راح نضيف نصف كاس تعلمه ونصف كاس تعلمه يعني نص نصف نصف كامل ولكوب هذا يفه اه مئتين وثمانين مليليلتر هنا راح نخدموهم مليح نحكوهم مليح هكذا كما راكم تشوفو باش السكر يدوب كما راكم تشوفو هكذا سوف نحطوه على الجنب ونخلوه يرتاح 4 ساعة سيجب ان السكر كامل يدوب ويتعسل هنا كما راكم تشوفوني وجدت سنواتي ادهنتهم مليح بسمن وهنا بلاك راكم تشوفوه عندي سكر رشد سكر هنا شوية بارك قسمو غرفة كبيرة هذه ستوناسوس باش يجيكم كغامل يزيم هنا راح تشوفو معايا كي خلطوا ريح شوفو هنا سوف أخرج لكم كامل كشوفو العسيلة هكذا شوفو كيف هش هناك مره معسل هنا تعرفوا بلا قلب الوستحكم مره ناجح هنا واش تديروا تخلطوا كما راكم تشوفو غير بصبحتين يديكم يلفتوا عجنتوه بيديكم مليح عارفوا بلا يحيوليكم كم المقروط يجيكم يابس يعني يمكن له كامل كما يقول احنا تعركوه لا تعجنوه غير بصبحتينه هنا راح نحطوه في السنيوة كما راكم تشوفو والفوق التحكم لازم تسخنوه ألفونس حضر بحساعة هكذا ألفونس على مية وعشرين دراجة عفوا ميتين وعشرين دراجة ميتين وعشرين دراجة و تدخلوه يطبلكون من فوق ومن تحت ولي ما عندهاش هادلوبصنطع من فوق ومن تحت طيب وقبل من تحت كيتشوف الحاوى فتاعو كامل اخداو اللون البني الغامق هنا تطفي من تحت وتشعلو بالفوق بش ياخد اللون اللي تحبيه انتيا يعني بنية او بنية غامق ولا على حسب الدوق هنا كما راكم تشوفو نبدأ نخدم فيه نحن نفتحو كامل في السنوة راحو مع غرب العقل حاولو عندكم ما تساووه يجي على طبقة واحدة نيفو واحد هنا عندي سمن اللي راح نديرو على الوجو هادا سمن يعني راح يعطي اللون الرائع لقلب اللوز نواصل هنا وكما راكم تشوفو عندي حبات لوز هادا اختياري هادا اختياري راح نديرو على السطح كما راكم تشوفو اختياري وانا هنا قلب الوصدعي لا قسمتوش كما تحبو تقسموه انا اختياري نقسموه هنا يعني موالف ما ما نقسموه حتى من بعد يعني نضع هكذا اللوز عشوائي الآن سوف ندخل الى الكوشة و سوف تشوفوه وجد معايا هنا بعد طبقة اللون اللي نحبه كما راكم تشوفو هنا نحب اللون يكون غامق يعطي بنا كراميل مثل القلب اللوز هنا نبدأ تشم مختونة و عندي شربية و عندي شربية و القلب اللوز صخون يعني غير يخرجوا من الكوشة لازم تبدو تشمخوا فيه لا تسنوش هنا اكدوا على الحواف هم اللي يشربوا بزاف للشربات هنا كما راكم تشوفو خلوه يبات ليلى كاملة من بعد تقسموه من الاحسن هاوليك القلب اللوز راه واجد من شهر رمضان ان شاء الله او في اي وقت كما راكم تشوفو جاء رائع خاصة البنة كما تعبرها نتمنى انكم تجربو خاصة في هذا رمضان خلوه ليتعليق السلام عليكم اشتركوا في القناة